بعد ما بتحقق شروط اليوتيوب الاربع شروط اللي نزله طبعا هي الف مشترك واربع تلاف ساعة وزيرو انذرات ده الشرط طبعا ده كان جديد من حوالي ثلاث شهور والشرط الاخير اللي لسه نازل وهو الشرط الرابع ان انت بتعمل التحقق بخطوتين على حساب الجيميل الخاص بالقناة بعد ما بتعمل كل ده بتحقق العشرة دولار طبعا بيجي لك البنكود بتدخل البنكود بتاعك وبتنشط الحساب وبعد كده بتملل معلومات الدرابية بتاعتك ثم بيجي اهم هلاحظة وهي ان انت بتديه في الحساب البنكي بتاعك لجيميل لحساب ادسنس بتاعك هنشوف ازاي في الفيديو ده بتدخل الحساب بتاعك او الحساب بتاع البنك بتاعك على جوجل ادسنس استنوني الشرح الاخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا في اللهم من كل مكان يا رب يكونوا بخير ان شاء الله معنا النهاردة فيديو جميل الناس كلها في ناس كتير بتدور عليه طبعا هو ازاي ان انا بقدر اضيف الحساب البنكي بتاعي بعد تفعيل قناتي وعمل الدرايب وعمل بين كود وتفعيل وربط الحساب بتدور ان انت ازاي بتدخل حساب البنكي بتاعك على حساب ادسنس اه هو الطريقة سهلة ما فيهاش حاجة بس اهم حاجة احنا بنلتزم وبندخل البيانات صحيحة جدا 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 علشان ما يقولش طم رفض الحساب او ما ياخل لو انت كاتب بيانات غلط بياخلك انت في اعتقادك ان انت بتكون خلاص تمام بس هو بياخلك الفلوس في التحويل الفلوس من الخارج علشان البيانات بتاحتها غلط وبتضطر ان انت بتخش تكتب البيانات تاني فهنمشي مع بعض خطوة خطوة عشان نكتب البيانات بشكل صحيح اه طبعا اول حاجة علشان تدخل البيانات بتاعت اه حساب البنكي بتاعك انت بتفتح صفحة اه جوجل من عندك بتفتح الايميل بتاعك جوجل ادسنس وبعد ما بتفتح جوجل ادسنس بتيجي تنزل على كلمة الدفعات بتيجي تنزل على كلمة الدفعات اه ده زي ما انت شايف كده دي الوجهة الرئيسية اللي هتلاقيها عندك ان فوق بيبقى اول حاجة ارباحك بتبقى ارباح موجودة والمعاملات والاعدادات وبتيجي هنا على الشمال بتلاقي مكتوب طريقة الحصول على دفعاتك طبعا الاول تمام بعد ما بطت عليها زهل لي الوجهة دي طبعا هي بيقول لك اضافة طريق الدفع اضافة التفاصيل الجديدة للتحويل الالكتروني اه طبعا انا بادوس على بعلم على اضافة تفاصيل الجديدة للتحويل الالكتروني بيفتح لك القيمة بتاعة البيانات اللي انت شايفها قدامك دي طب ايه يا عم محمد القيمة اللي انت شايفها ديك اه هقول لك الاول كل حاجة حاجة كده مع بعض وارجع نملاها برضو مع بعض اه طبعا لما انت بتروح البنك لما انت بتروح البنك وبتعمل حساب البنك بتاعك كل واحد على حسب البنك بتاعه زي ما هو عايز بنك مصر بنك اهلي بنك اسكندرية كل اي بنك انت محتاج وتعمل فيه الحساب بتاعك بتروح تعمله بس اما حاجة طبعا ان انت وانت بتقعد مع الموظف بتقول له انا عايز اعمله حساب توفير يقبل تحويل عملة اجنبية من الخارج بحيس يفعلك عليه تحويل العملة الاجنبية من برا وبتقدر ان انت بتربطه بالحساب بتاعك بكل سهولة يبقى يا شباب اول خانة قدامنا دي الاسم على الحساب المصرفي طيب انت وانت خلصت خلصت موضوعك في البنك وكله بتطلب بتطلب من موظف خدمة العملة بتقول له انا عاوز الخاص بالبنك وركم الحساب بسيغة ايه الكلام اللي انا بقوله ده اقوله لك واحدة واحدة وانا بشرح لك على الشاشة اول حاجة الاسم على الحساب المصرفي اضمن حاجة ان انت عشان تكتب الاسم على الحساب المصرفي ما تملاش البيانات عن تجربة اللي لما الفيزة بتاعتك تجيلك هتجيلك الفيزة بتاعتك عليها الاسم بتاعك سواء كان سلاسي سواء كان رواعي مكتوب كابتل مكتوب سمول زي ما مكتوب على الفيزة او البطاقة الكارت الزاجي هتكتب الاسم بتاعك في الحساب هتكتب الاسم بتاعك في الحساب لانه ممكن يكون في حروف سمول بس هو في الغالب بيجي كله كابتل. بس انت متبتقاش عارف هيكتب لك الاسم الرباعي ولا ثلاثي. فدائما انت هتكتب الاسم بتاعك على اه اللي موجود على الفيزة تكتبه في الاسم اه هنا. طيب تاني حاجة هنا هو اه اسم المصرف اللي انت عامل فيه الحساب بتاعك البنكي طبعا كل واحد على حسب انا مثلا عامله في بنك مصر. بتكتب برضو كلمة بنك مصر. اللي حروف كلها شباب هنا بتملى البيانات كلها انجليزي. بتملى البيانات كلها انجليزي. ما بتكتبش حاجة عربي. كل حاجة هنا بتتملي بتملاها بالانجليزي. والورقة برضو اللي انت هتاخدها من البنك اللي هي فيها صغة الايبان والسوفت كود. هتلاقي فيها برضو مكتوب لك البنك بالانجليزي. هتلاقي فيها مكتوب لك البنك اه باللغة الانجليزية. طيب نيجي هنا بقى للسوفت كود. اللي مع السوفت كود اه. السوفت كود ده ايه هو السوفت كود ده? هو اه رقم مسؤول عن التحولات الأجنبية من بر سواء كان إرسال أو حولات أجنبية يعني ده الرقم اللي مرتبط بالبنك اللي هو بتستقبل وبتحول من عليه العملة الأجنبية ده بيبقى عبارة عن رموز أو حروف تمام بيبقى مثلا من 8 إلى 11 حرف انت بتكتبهم كلهم مرة واحدة وبترجع تاني بعد ما بتخلص السوفت كوت دوت بتنزل على رقم الحساب بصيغة الايبان ايه الحساب بصيغة الايبان دي الحساب بصيغة الايبان هي دي بعبارة عن مجموعة أرقام مميزة لحسابك برضو لاستقبال الحوالات الأجنبية من بره أو الحوالات الدولية من بره يعني هو رمز تعريفي لاستقبالك للحوالات ده بيبقى رقم مكون كبير جدا بيوصل ساعات ل30 حرف أو فيها أرقام وحروف على حسب كل بنك بيديك الحساب بتاعك بالصيغة بتاعة الايبان وبترجع تاني تكتب الحساب بتاعك إعادة كتابة رقم الحساب تاني بتاعك بالصيغة الايبان وبعد ما بتخلص هنشوف مع بعضها هنعمل ايه بس أنا هاملة البيانات قدامك معاك أول حاجة برجع اكتب الاسم بتاعي طبعا هو الحساب جالي وكتبت الاسم اللي موجود على الفيزة اللي جال على الفيزة هو هو اللي كتبته في الاسم على الحساب المصرفي كابتل كله هو جالي كابتل وجالي سلاسي ما جاليش رباعي طيب دي كانت اول حاجة كانت الاسم كان فيه بعد كده طبعا اسم المصرف اسم المصرف ده زي ما اتفقنا انه هو اسم البنك اللي انت عامل فيه الحساب بتاعك هو بنك مصري برضو هكتبت كله كابتل وانجليش وبردو كانت موجودة في الورقة وبردو كانت موجودة في الورقة نيجي بعد كده للرقم اللي هو السوفت كود السوفت كود ده بيجي لك عبارة عن مثلا حوالي 8 او 9 او 10 ارقام وفي الاخر 140 ده بالنسبة لبنك مصر بالنسبة لبنك مصر طب ايه المية واربعين دي ده بيبقى عبارة عن السوفت كود بتاعي اما الفرع يا اما الفرع الرئيسي بتاع البنك طيب انا عن تجربة برضو عن يعني معرفة جامدة ان انت لما بتكتب الرقم دوت بيتخسم منك شهريا 25 دولار بيتخسم منك 25 دولار زي درايب زي درايب فاحنا بنشيل ال140 اللي في الاخر وبتكتب الرقم اللي هو جاي لك من غير ال140 يعني او اخر 3 ارقام زي ما يكون 141-142 زي ما يجي لك بنشيل اخر 3 ارقام وبتكتب بقية الحروف اللي موجودة في السوفت كود بينيجي بعد كده لرقم الحساب بصيغة الايبان طبعا زي ما قلته هو بيبقى مكتوب برضو في الورقة اللي انت هتطلبها من نوظف خدمة العمله برجعتين واكد ما تمشيش الا ما تاخدوا الورقة دي تقول له انا عايز السوفت كود بتاع الفرع ورقم الحساب بصيغة الايبان بيدهالك ما فيش اي مشكلة وبتكتب رقم الحساب بصيغة الايبان اللي هو موجود في الورقة هنا كده زي ما مكتوب رقم الحساب بصيغة الايبان هو عبارة عن رموز طبعا اوله بيبقى اي جين انت طبع مصر او على حسب كل دولة وبتبتدي تحط الارقام بتاعة الحساب بتاعك جنبه على طول بتكتب رقم الحساب اول مرة وبترجع تعمل اعادة ادخال رقم الحساب مرة تانية يعني انت بتدخل الحساب بتاعك مرتين مرة بتكتبه مرة بتاكده تمام يا شباب بعد ما كتبنا رقمين الحساب هنا مكتوب حاجة اسمها المصر في الوسيط وحاجة تانية تحتها دي احنا مش هنلعب فيها ده اددات افطرادية هي خاصة بيهم احنا مش هنلعب في حاجة وبعمل علامة صحة بعد كده على دبت كطريق الدفع اساسية بعلم صح بعلم صح بعلم صح بعلم صح على دبت كطريق الدفع اساسية بعد ما بتعلم صحة بقول له بعد ما بتدوس حفظ بينقلك على طول الصفحة اللي بعدها وهي الصفحة اللي انت كنت تدخل عليها الاول بتاعت الدفعات هتلاقي ان تم تنشيط الحساب البنكي بتاعك تم تحويل الكتروني تحويل الكتروني الى الحساب المصرفي رقم كذا باسم كذا وانت هتلاقي تحت كده مكتوب كلمة الاساسية الاساسية دي طبعا ان انا عملتها دبط كاساسي يعني تحويل اساسي على رقم الحساب دوت من الخارج ليا طبعا لو انت عندك حساب تاني لو انت عندك حساب تاني هتلاقي مكتوب لك برضو جنبها هنا لو انت عايز تعمل حساب تاني بيبقى موجود او لو انت مثلا معاك حساب قديم وانت عملت حساب جديد وبتضيفه بتيجي انت هنا على كلمة الاساسية وبتدوس عليها بينزل لك كلمة بيقول لك دبط كاساسي وبتلغي التاني يعني بتثبت حاجة اساسي على حساب التاني وبكده بيكون ان انت خلاص ربط الحساب البنكي بتاعك بجوجل ان شاء الله بدون اي مشاكل ويبتدي تحول لك الفلوس عادي جدا من غير اي حاجة ده كان درس النهاردة يا رب يكون عجبكم وقدرت افكوا اللي عايز اسأل عن اي حاجة بالنسبة لموضوع الحساب البنكي يسيب لي بس في الكومنتات وانا هرد عليها على طول يارب يكون الدرس عجبكم اللي مشتركش بالقناة يريد تشترك ويعمل لايك على الفيديو شكرا السلام عليكم